من جمال شهر رمضان المبارك أن ليس فهناك عبادة معينة هناك أنواع كثيرة من عبادات هناك تنوع بعض الناس يميل إلى عبادة الصلاة بعض الناس يميل أكثر إلى عبادة القرآن أو قراءة القرآن بعض الناس يميل إلى عبادة من العبادات التي تدل على كرم نفسه وهي الصدقة في رمضان وهي زكاة الفطر في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان أعتقد أن رمضان فيه اختبار ليس عن الإمساك عن الأكل فقط ولكن اختبار أيضا عن انفاق داخل الإنسان من أشياء يحبها من داخل نفس الإنسان من أشياء يمتلكها ويريد أن تكون يوم من الأيام ملكة ولا تذهب عنها لكن دين الإسلامي كما هي من علل ومن حكم الصدقات أنه لما يزكي مما له لما يتصدق من ماله لما يعطي من ماله مثل زكاة الفطر فهو يكون سيد المال وليس المال سيد الله هكذا يا أخواني وأخواتي لا بد أن نكون عندنا بر في عملنا في هذا الشهر الكريم لا تنسوا الصدقة لا تنسوا زكاة الفطر بما فتح الله عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعنم علينا وعليكم على هذا البلد بالخيرات وبالبركات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر